اشتركوا في القناة زيادة سقف مبلغ الاقراض للمستفيدين من شراء الوحدات السكنية من المجمعات التي سيتم تشيدها من شركات وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العام حصرا ليكون مئة مليون دينار لكل وحدة سكنية وزيادة مدة القرض لشراء الوحدات السكنية المذكورة آنفا إلى عشرين سنة استنادا إلى أحكام المادة أربعة أولا دال من قانون الصندوق المذكور آنفا اثنين وثلاثين لسنة 2011 اثنين ينفذ هذا القرار بدءا من تأريق إصداره قرار تمويل إقليم كردستان العراق على وفق الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2024 بمبلغ 618 مليار 587 مليون 29 ألف 346 دينار فقط وحسب الإنفاق الفعلي لشهر كانون الثاني 2024 قرار الموافقة على تعديل الفقرة واحد من قرار مجلس الوزراء المرقم 23 ألف وخمسمية وثلاثين لسنة 2023 بشأن زيادة رأس مال دار الشؤون الثقافية لتصبح كالتالي الموافقة على زيادة رأس مال دار الشؤون الثقافية وزارة الثقافة المقر من ديوان الرقابة المالية الاتحادي ولجنة تحديد رؤوس أموال الشركات في وزارة المالية ليصبح 3 مليار 323 مليون 773 ألف دينار فقط بدلا من 15 مليون دينار فقط استنادا إلى أحكام المادة عشرة من قانون الشركات العام رقم 22 لسنة 1997 المعدل قرار الموافقة على ما يأتي واحد زيادة نسبة الاحتياط لمكون الأعمال التكميلية لمحطة معالجة مجار الرفاعي بنسبة 37.100 بعد التقريب لتصبح 47.1% بدلا من 10% اثنيا زيادة الكلفة الكلية للمكون المشار إليه في الفقرة واحد بمقدار 16.478.563.400 دينار فقط لتصبح 66.675.525.100 دينار فقط بدلا من 50 مليار ومية وستة وتسعين مليون وتسعمية وواحد وستين ألف وسبعمية دينار فقط ثلاثة زيادة الكلفة الكلية لمشروع مجار الرفاعي بمقدار 17.178.959.929 دينار فقط لتصبح 77.621.168.929 دينار فقط بدلا من 60 مليار واربعمية واثنين وأربعين مليون وميتين وتسعة ألف دينار فقط وبنسبة زيادة 28.42% على الكلفة الكلية المعدلة أربعة تثبيت التلكؤ والتأخير في الإجراءات غير المبررة في إدارة المشروع وتتحمل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة صحة ودقة المعلومات ومسؤولية الأسعار والمواصفات كونها أجهة المختصة قرار إقرار توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية 24 ألف وثنياً بحسب الآتي الموافقة على تمليك المساحة أربعة آلاف وخمسمائة متر مربع من قطعة الأرض المرقمة مية إلى أربعة الواقعة في منطقة سيغانيان في محافظة كاركوك إلى أبريشة كاركوك والسليمانية للكلدان بتخفيض خمسين بالمئة من قيمتها الحقيقية وإطفاء الخمسين بالمئة المتبقية بعد تثمينها من دائرة عقارات الدولة قرار الموافقة على تخويل السيد وزير الخارجية صلاحية التفاوض والتوقيع على مذكر التفاهم للإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحملت جوازات السفر الدبلوماسية بين وزارة الخارجية لجمهورية العراق ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغارب المقيمين في الخارج في المملكة المغربية استنادا إلى قرار مجلس الوزراء بيتين وخمسة وأربعين لسنة الفين واثنين وعشرين مع مراعاة توصيات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء قرار إقرار توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية أربع وعشرين ألف وثلاثة بحسب ما يأتي إقرار توصية اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة بقرارها اثنين وتسعين المأقوذ في جلستها المرقمة واحد وعشرين المنعقدة بتأريخ تسعة وعشرين تشرين الثاني الفين وثلاثة وعشرين المتضمن إلغاء قرار صحب العمل للمرة الثانية من المقاول شركة نبيه إسماعيل للمقاولات العامة المحال بعهدته أعمال مشروع جسر السندية الكونكريتي الذي يربط محافظة ديالة بمحافظة صلاح الدين وكذلك إقرار توصية اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة بقرارها خمسة وتسعين المأقوذ في جلستها المرقمة اثنين وعشرين المنعقدة بتأريخ أربع كانون الأول ألفين وثلاثة وعشرين المتضمن إلغاء قرار صحب العمل للمرة الثانية من المقاول شركة المذود للمقاولات العامة المحدودة المحال بعهدته مشروع صيان الطريق البعجي والغران في محافظة واسط وتأهيله وتأخويل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة بذلك قرار الموافقة على استثناء وزارة الصناعة والمعادن الشركة العامة للمنتوجات الغذائية من قرار مجلس الوزراء المرقم ميتين وخمسة وسبعين لسنة ألفين وسبع عشر بشأن بيع دهن الطعام منتهي الصلاحية والكميات الفائضة عن الحاجة المخزونة لديها لاستخدامها في صناعة الصابون استنادا إلى قانون بيع وإيجار أموال الدولة المرقم واحد وعشرين لسنة ألفين وثلاثة عشر المعدل مع الالتزام بأن يكون استخدام هذه المادة في صناعة الصابون حصرا وإلى الشركات والمصانع المختصة في هذا المجال بعد التأكد من اختصاصها من خلال الإجراءات التي رسمها القانون شكرا